مرحبا في فيديو سابق طالع على الشاشة استعرضنا الـ SSD أو Solid State Drive الأقراص في حالة الصلبة وأهميتها كترفيعة ممتازة مقارنة بأداءها مع الـ HDD أو Hard Disk Drive القرص الصلب الميكانيكي بس بنفس الفيديو حكينا أنه الـ SSD سعره غالي شوي مقارنة مع الـ HDD عشان هيك في عنا خيار بالنص اللي هو الـ SSD Solid State Hybrid Drive اللي هو القرص الصلب الهجين ما بين الـ HDD والـ SSD اليوم دارك سولز رح يعملنا معاينة لـ Firecuda SSHD Drive من Seagate 1TB 2.5 إنش اللي هو بركب على لابتوب دعنا نشوف المعاينة مع بعض مع دارك سولز أكيد صرتوا متعودين أنه التيشرتين اللي أنا لابسهم مقدم من ملبس ملبس عندهم أفكار رائعة كثير على تيشرتات وأكسيسوريز زوروا موقعهم الإلكتروني ملبس.com أو أي فرع من فروعهم كل المعلومات موجودة بصندوق الوصف اسلم تسلم يا مد بناء على طلب عدد كبير جداً متابعين طلبوا أقوى شغلة حل سهل وثانياً رخيص لترفيع اللابتوبات ومين أحسن من سيجيت الشركة الرائدة بتطوير الـ Hard Disk Cut نتعاون معهم عشان قدملكوا أرخص وأسرع وأسهل طريقة لترفيع اللابتوب كوب سيجيت أكيد ما بعرف يوفره اللي هو هاردسكات الباركودة للكمبيوتر فايركودة اللي هي الهاجينة أو اللي هي الهايبرد زي مقال مض الأيرونولف المخصصة للسيرفرات وسكاي هوك المخصصة لأجهزة المراقبة سواء منزلية أو المخصصة للشركات تابعوا معنا خلنا نعمل أنبوكسينج اللي ودونا يا سيجيت البوكس عجبنا فيه كثير للتبعات الميديا سامبل أكيد بحمل اللي هو The Guardian Series من سيجيت اللي هو محيوانات أسطورية بتمثل كل فئة من الفئات اللي موجودة فيها حسب الاستخدامات والاحتياجات اللي انتم موجودين عليها وعلى تدتنا في القناة رح نسرع عملية الأنبوكسينج في عنا أول شغلة اللي هو الماني والكتيب والرشادات والتعليمات بالإضافة للمواصفات الخاصة بهذه القطع أكيد كونها السلسة الحمافين كوكوسر استحمي الطاولة عندكم من بقع والكاسات الشاي والقهو والبيبسي وإلى آخره قلم حلو لا بأس فيه وفي عنا توي موجودة من سيجيت اللي هو الماسكوت تباحهم وأخيرا اللي هو الفاير كودا الـ 2.5H الـ 1 تيرابايت اللي رح نستعرضه اليوم وشوف مواصفاته كاملة معنا يا شباب الفاير كودا سلسلة هايبرد أو سلسلة هاجينة يعني النوعه SSHD اللي هو هايبرد بيحتوي على قرصة بالإضافة لنان ميموري اللي هي زي الـ SSD الموجودة عليها فبالتالي رح تحصل على أداء متوسط ما بين الـ SSD والهاردسك أسرع بكتير من الهاردسك زي ما نشوف بالاختبارات الموجودة عندنا اليوم الحجمه 2.5 أو 3.5 إنش يعني إما بركب على اللابتوب أو الدسكتوب اللابتوب ننصح فيه بشدة من أفضل هاردسكات العجبتنا صراحة السيزن هذا المساحة بيأتي 500 جيجا بايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت على حسب استخدامك وحاجتك في موجود الأسعار تتفوت ولكن سعر الأول تيرابايت الموجود عندنا اليوم 54 دولار يعني عن جد رخيص وسهل الاستخدام شريحة الناندل موجودة عليه 8 جيجا وهذا هاردسك هايبرد ذكي بتعلم وبتسرع مع الزمن ومع الوقت كل ما استخدمته أكثر كل ما زادت سرعة التطبيقات والألعاب اللي بتستخدم السرعته 5400 أو 7200 اللي هو دورة في الثانية فيه نوعين وكل واحد سعره مختلف ولكن 5400 رح نستخدمه اليوم كثير ممتاز رح نفرجيكو سرعة نقل المعلومات حتى 140 ميجا بايت في الثانية بتفوق على أحسن وأقدحها هاردسك موجود بالسوق هاسا حاليا يا شباب مواصفات الخاصة بالهاردسك هاي الموجودة عندنا اليوم اللي هي الـ SSHD أو اللي هي الـ Hybrid كثير ممتازة وإحنا بصلاحة من الناس اللي كنا عن جد ندور على حلول بسيطة بالإضافة لرخص الثمن وسعة الحجم الكبيرة رح نطبيقها على لابتوب معفن اللي هو الـ i3 اللي هو الـ Dell اللي هو الـ Rugged Series كثير اللابتوب هذا ممتاز بتنسكوه بترقعوه بالحيط تخبطوه على عرض رح يمعلكو عليه ريفيو تخبطوه ما في أي إشكالية ما بضيع الديتا عندك على الهاردسكات محمي كثير من أفضل لابتوبات الموجودة بالسوق ولكن ليش قلت عنه معفن i3 4 جيجا بايت الرام الموجود عليه والهاردسك 5400 رح نفوق الهاردسك الموجود عليه وراح نركب عليه الفاير كودة ونفرجيكوا فرق الأداء الشاسع ما بين الاثنين عملية التركيب والفاك سهلة جدا نفتح الخان الموجودة عنه على يمين اللابتوب ومنطلع اللي هو الهاردسك الموجودة عنه بشكل بسيط جدا تسحب الليفر هاي وتسحب اللي هو القطع البلاستيكي ويطلع عندك الهاردسك ما راكب عليه كما قلت سابقا هاردسك اللي هو من توشيبا 5000 سرعته ونفس العملية اللي رح نركب اليوم كذلك الامر 5400 سرعته ولكن SSHD وهي الكنكتور لازم نفكها واسرح نفرجيكم عملية الفك والتركيب رح نسرحها اكيد ما رح نمللكو عشان نفرجيكم انه سهولة تركيب مثل الهاردسكات على هاي اللابتوبات وكيف بتسرع لنا انه الفاير كودة بس هاي هي القطع الوحيدة رح نستخدمها ونفكها والشاصي تكيد الكيس هاي الكنتيرر برغيين منفكهم على السريع منفك الكنتينر وأكيد الجروفز ما بدك تراعوها تفكوا الهاردسك القديم موجود عندنا لهوتوشيبة زي ما قلنا الواحد تيرر منركب هاي القطع على الاس اس اتش دي ومنرجعه مكانه على الجهاز وأكيد ما اشي بيكمل من غير تركيب الويندوز رصبنا ويندوز جديد ويندوز تن جديد سرعة كبيرة جدا كارت لما ننزل الويندوز وهي اول اختبار موجود عندنا تسغيل الويندوز على الفاير كودة والهاردسك كيف توقع السرعة بتكون تفاجأنا وصعقنا قريب جدا من سرعة الاس اس دي الاس اس دي أكيد مش بسرعة الاس اس دي ولكنه قريب جدا من سرعة الاس اس دي يعني كملنا عملية التشغيل ودخول الويندوز في 18 ثانية ولكن هاي الاختبار رح نقول 20 ثانية عشان يفوت على الشاشة الأساسية الموجودة عندنا فيه اللي هو على الديستوب بينما اللي هو الهاردسك طول أكثر بتقريبا 16 ثانية يعني المساحة اللي خلص فيها كانت أسرع 80% من الهاردسك شو بتكون أحسن منهيك هاردسك واحد تيرا سرعة الاس دي بينما الاس اس دي غالي جدا الاختبار الثاني اللي هو اللي هو ديسك مارك وفرجينا هون سيكونشير ريد و رايت 136 ميجا بايت في الثانية على الفاير كودة زي ما أعلنوا جماعة سيكات مقارتها مع 99 وبالفور كي 148 مقارتها مع 96 أداء وفوز واضح سوف نجرب شوية البرامج الموجودة عنا هذا اللي هو البرامج الادوبي بريمير برو احدث نسخة موجودة عنا هون شغل الادوبي بريمير في ثمن ثواني اي نعم شغل البرنامج هذا حسب 11 ثاني لغاية لما فات على المنيو ولكن مقاررة مع الهاردسك تطلع وقديش أخذ يا جماعة لا يوجد فرق بين السماء والأرض بين SSGD SHD وهو الهاردسك كذلك الأمر على الألعاب جربنا أول شغلة وهو دستيني تو الدخول لغاية لما دخلنا على المنيو الرئيسية ودخول الكاركتر اللي هو موجودة تبعتي الكاركتر اللي هو دارك سولز دقيقة وخمسة واربعين ثانية مقارنة مع فترة زمنية أطول بكتير على الهاردسك انتم شايفين اليمين فارك هوريدا بتفوخ بكل شيء لعبة إضافية موجودة عندنا هاي هون يعني انتم أكيد كلكم عارفين وفي غينة عن البتلفيلد قوية جدا اللعبة وتطلب فترة طويلة دقيقة و23 ثانية على SSGHD اللي هو الفاير كودا إنما فترة زمنية ضعف الفترة الزمنية لإستغرقها عملية التشغيل الفاير كودا نفس العملية آخر اللعبة جربناها اليوم اللي هي الأساسين كريد اللي هو أورجنز شغل اللعبة في فترة قياسية جدا مقارنة مع اللي هو الهاردسكات الموجودة عندنا في السوق بالذات هذا التوشيبة أو حتى هاردسكات ثانية دي 2.5 ثواني مقارنة مع تقريبا ضعف المساء اللي هو الفترة على الهاردسك يا جماعة الخير الهاردسك أو الـ ssg shd الموجود عندنا اليوم سعره 54 دولار بوفلك 1 تيرابايت الخيار مناسب جدا لأن الـ sshd ssd ما زالت غالية جدا وتعطيكم مساحة قليلة هذا بـ 54 دولار وتحصل 1 تيرابايت وتقريبا في منطقة متوسطة ما بين الهاردسك والـ ssd ولكن عملية التركيب سهلة جدا عن مختلف أنواع اللابتوبات والمسألة المهمة جدا اللي هو رخص ثمنه و مساحة كبيرة بتحصلوها أكدر ssd في السعر هذا ما بتجيبوه إلا 128 اللي هو ميجا بايت اللي هو جيجا بايت إذا حصلتو ولكن بنفس السعر 54 دولار 1 تيرابايت على هاردسك بعطيك ناند 8 جيجا بايت وبتعلم معك وبسرع أفضل خيار موجود عندنا بالسوق ونرفع القدرة لسي قيد شكرا تابعونا في فيديوها الجديدة إلى اللقاء يا شباب